يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين حلقة ثالثة من الموسم الرابع والاخير من انيمي اتاك اون تايتن بعنوان بوابة الامل خليكم فاكرين العنوان اوكي هل انا زعلان يعني شوية هل انا مبسوط مرة مبسوط هل انا زعلان اول شيء لاني كنت متحمس تشوف احداث اكثر وهذا الشيء طبيعي كل المتابعين كده يبغوا يشوفوا حماس كده مستعجلين بس للامانة في نفس الوقت انا مرة مبسوط لان القصة جالسة تتبني صح القصة جالسة تتعزز وتتقوى اسسها ما في استعجال في سرد القصة ما في هبد في عرض الاحداث كل شيء قاعد يتم طبخه على نار هادئة وصدقوني على هذا الوضع ااكد لكم انه احنا مقبلين على حلقات قادمة بتكون جدا اسطورية صحيح في حلقة اليوم ما شفنا اكشن ولكن الاكيد اننا عرفنا الكثير عن ماضي الشخصيات وبالتحديد المحاربين راينر غاليارد مارسيل آني بيك بيرتولد زيكي شفناهم كيف بدأوا كيف بدأت شعلة الحماس عندهم شفنا المشادات والغيرة والاشكاليات اللي كانت تحصل بينهم هم صغار الحلقة من اولها الى اخرها تقريبا كانت تتمحور حول ماضي هذول المحاربين او المرشحين لوراثة العمالقة المهم علشان لا يكثر الكلام خلونا نلقي نظرة ونناقش اهم ما جاء في الحلقة الثالثة فيب لايك واشتراك لو منت مشترك وخلينا نبدأ ضغط لايك تبدأ الحلقة بمشهد لراينر وهو على سريره وامه تتكلم معه وتوضح له انهم ينحدرون من سلالة الشيطان وعلشان كذا هم محتجزين داخل اسوار ويعاملون معاملات سيئة هذا الكلام ماهو جديد كلنا نعرفه ولكنها اعترفت له ان ابوه كان من المارليين بمعنى ان راينر نصف مارلي ونصف الدي بالرغم من ان العلاقات الزوجية او الحب بشكل عام ما بين الالديين والمارليين محرم وممنوع تماما وهذه معلومة كانت صادمة لنا كمتابعين والراينر كمان هو صغير وشوف كيف عيونه صارت وفي لحظة ما امه كانت تبكي بسبب الحال اللي وصلوله الالديين وكمان بسبب هجران والدهم وجلست تقول يا ليتنا كنا من المارليين كان رتحنا وكان ما عشنا هذه الحياة البائسة كلمة بسيطة من ام راينر اي نعم ولكنها تركت دهشة عميقة في عيونه كلمة بسيطة من ام راينر ولكنها كانت المحفز الاساسي لراينر انه ينضم الى جيش المحاربين ويحاول يحصل على احد العمالقة ويصير من المارليين بالتشريف اي شخص يقدر يحصل على قوة العمالقة راح يصير عنده ربط حمراء وعائلة راح يصير عندهم ربط حمراء بمعنى انهم مارليين بالتشريف يعني انت الدي ولكنك مارلي بالتشريف تشليك تشليك فاهمين ينتقل المشهد مباشرة لراينر على فراشه في الوقت الحاضر ويترك لنا هذا العبارة صحيح اردت ان اغدو محاربا لكي يتسنى لي ان اصبح مارليا كلام بسيط ومشهد قصير ولكن يوضح لنا فيه قد ايش راينر كان مؤدلج قد ايش كان صاخط على كونه من الالديين وينتقل المشهد لماضي راينر وهو يتمرن مع المحاربين لما كان صغير راينر جالس يبذل جهد بدني علشان يثبت انه جدير جالس يبذل جهد في كل فرصة متاحة له علشان يثبت ولاؤه للمارليين ونشوف في مشهد بعده راينر زيك آني غاليارد مارسيل بيك بيرتول يتكلمون عن انه انا الاوان لاعلان مين راح يرث قوة العمالقة عددهم سبعة والعمالقة ستة معناته في واحد منهم راح يتم استبعاده الاجواء كانت جدا هادئة في البداية الان راينر قال رائع يمكنني الان ان اصبح مارليا متحمس الولد مرة متحمس ما يبغي يصير عملاق ما يبغي يصير محارب يبغي يصير مارلي وفي نفس اللحظة هنا اكتشفنا الحساسية والاجواء المشحونة ما بين راينر وغاليارد يرد عليه غاليارد ويقول له متحمس على ايش يروح امك لو في احد بيتم استبعاده ترى بيكون انت لا ذكاء لمهارات قتالية لا قدرة على التحمل الحقيقية راينر ما في اي شي يميزك عن بقيتنا كل اللي انت فالح فيه انك تجلس تطبل وتمجد للمارليين في الاختبارات الكتابية غير كذا ما عندك اي سالفة ونرجع نكتشف بعد هذا الكلام قدي ايش راينر فعلا مؤدلج وفعلا ما عنده اي هدف في الحياة ولا عنده اي ولاء للشعب الالدي كل همه الوحيد في هذه الحياة انه يثبت ولاءه للمارليين وكمان عنده هدف ثاني انه يجمع يؤثر فيه وربما يكون صحيح الى احد كبير يرد عليه راينر برد ضعيف وحجة نايمة ويقول له انت شكلك من بقايا حركة المقاومة الالدية وجالس تستهزئ بالمهمة ها بل انه راينر كان مستعد يفتن على غاليار كذا يفتري عليه والله ابلغ عليك المديرة خليه يقتلك يا عمي عصابك ايش بك انت تنضغط كذا بسرعة عصابك وبلمسة بسيطة كذا من غاليارد اثبت لنا صحة كلامه يعني كذا دف راينر راينر طاح وقبل ما يمشون غاليارد قال لراينر ترى كلنا نقدر نمسجد ونقدر نطبل للمارلين الينا الصباح ونقدر نبالغ في كرهنا لجزيرة باراديس فيما معناه يعني هذا الشيء مو كافي انك تكون جدير بانك تكون واحد من العمالقة اوكي طبل على راحتك الشيء هذا بيفيدك نعم التطبيل مفيد لكن ما رح يخليك تكون جدير بوراثة احد العمالقة شغل مخك وفي نهاية المشهد نشوف مارسيل يعتذر من راينر ويقول له انا اسف ويش دخل مارسيل يعتذر بالنيابة اوكي اخو مادر ايش اوكي خلينا نمشيها يجي بيترولد يا حبيبي ويساعد راينر على الوقوف والدموع على وجه راينر ويعترف راينر بانه كلام غاليارد صح وانه راينر مجرد شخص فاشل وجالس يسوله الليلة هذي كلها علشان يكسب حب المارلين ويجمع شامل امه وابوه تحت سقف واحد لا اكثر يطبطب عليه بيرتولد كذا ويقول له ما عليك منه ويش قال يارد اللي يقرر من الاجدر من العكس صح او لا كيف يا آني آني تعطيهم وضعية بيتش اماوت وتفقى كذا سحبت على امهم غير انها هرست ام ام الجرادة المسكينة دي كذا ايش فيه ايش فيه ايش سويت لك المسكينة دي مهم يا حبيبي انتقل المشهد لفترة زمنية تم فيها تحديد مين راح يرث قوة العمالقة الستة آني العملاقة الانثى أو يسري عمهارات قتالية عالية ومرعبة بالاضافة لانها تقدر تستدعي العمالقة الهمج بوابة غير انه مناسب جدا يكون درع للمشاه او اي ان كان اللي يمشون وراه مارسيل العملاق الفك صغير الحجم مقارنة بباقي العمالقة سريع الحركة ويتمتع بمرونة عالية ومخالبه فكه تسمح له يدمر ويحطم اي شي يجي في طريقه زيك العملاق الوحش او القرد ضخم وعملاق جدا واهم مهارة يتميز فيها هي الرماية ليش ما يستخدموا مضادر الطائرات فكرة بدلا ما يجيبوا عملاقهم طائر خلوا ذاي كذا سولوا نبيلة مثلا مادري فضلا عن الخواص والقوة اللي يتميز فيها عن سائر العمالقة بعد كذا بيك العملاق العربة قدرة تحمل استثنائية والمهام طويلة المدى هي الانسب لها فضلا عن انه عملاقها ينقل ويحمل الاشياء وبالامكان تسليحه وتعزيز قوته بكل سهولة واخيرا بيرتولد العملاق الضخم ووصفه الراوي بكلمتين اله الدمار بس خلاص كفي ضخم ويبث حرارة عالية من جسمه وممكن يفجر اي شي قبل الانفجار حوله آلهة الدمار اله الدمار يا جماعة الست عمالقة هذول لو راحوا الجزيرة البرادايس وربي خلاص كذا يمحوها من على الخريطة تحسن كذا فريق متكامل في لعبة اوفر واتش هانكات دي بيسات آرمر بس ما عندهم هيلر امزح انا اسف بس فعلا ست عمالقة مكملين لبعضهم يظهر ماقث بعده وهو يراقب المشهد والدمار اللي انزلوها هذول الستة في احد الدول جولة كاملة يا جماعة مسحت من على الوجود لما اجتمع هذول الستة في معركة واحدة يقلع ام القوة فما بالك لو ينظم لهم مطرقة الحرب احيه ايش بيصير الميم يا حبيبي يوضحوا لنا انه بالرغم من كونهم لسه صغار الا انهم فعلا افضل من العمالقة اللي كانوا قبلهم بمراحل مرة كثيرة ينتقل المشهد لقاليارد وهو زعلان وغضبان عن ليش ما تم ترشيحوا لاحد العمالقة ليش يختارون فاشل زي راينر عشان ياخذ العملاق المدرع بكل بساطة وليش مش انا ومن هذا الكلام وفجأة قاليارد يطيح على ركب وهو حزين ومستاء ولكن الغريب انه كمان مارسيل قام يعتذر مرة ثانية من راينر تعتذر ليش ترك اشغلت ام امنا باعتذارك ينتقل المشهد اللي حفل تتشين او مسيرة فيها العمالقة الاربعة راينر اني بيرتولد مارسيل وفجأة ومن خلف الزحام يظهر ابو راينر ينطلق عنده راينر وهو مبسوط ويوضح له بابا انا ابنك ولد كارينا براون ابشرك انا وماما صرنا مارلين بالتشريف نقدر نعيش مع بعض كأسرة الحين وما حد يقدر يمنعنا يثور عليها ابوه ويطرد وشر طرده فيما معناه يعني كده انقلع انت وامك ترى نموناقص مشاكل اللي ارضى عليك لو عرفوا المارلين اصولك اهلي وكل شخص يقرب لي بيروحوا شرب اه انقلع كده والله المترجم كاتب انقلع ولسان حال راينر يقول اه يا قوي قلبك تجرحني من قلبه وتروح دمره دمره توقعون انه هذا المشهد مجرد ابو يتخلى عن ابنه خلاص صح على العكس تماما المشهد هذا تدمرت فيه كل احلام راينر كل شي تعب علشانه وشقي علشانه اختفى بلحظة واحدة وكلمة واحدة من ابوه انقلع راينر سوى كل هذا علشان يكون من المارلين بالتشريف علشان يقدر يلوم شمل امه وابوه يعيش بين امه وابوه واسرة حقيقية ولكن كل هذا الكلام وكل هذه الاحلام اختفت واندثرت في طرفة عين مسكين راينر لا والله ما هو مسكين مدري مسكين ولا مو مسكين مسكين ومو مسكين كل انا مساكين يا ابوي يا عمي كل واحد في الاني بذا مسكين ولكن هذا الكلام ما هدم عزيمة راينر كاملة بل ترك له بسيص امل بسيط وفرحة بسيطة يتهنى فيها وهي انه الان واحد من العمالقة التسعة وهذا بحد ذاته فخر وكفايله انتقل المشهد لززيرة بردايس وفيها الاربعة محاربين ااني وراينر وبيرتسولد ومارسيل طبعا ممكن تسألون ليش زيك القرد وبيك العربة معهم معاهم اتوقع انه ما ينفع تظل مارلي بدون اي عمالقة ما ينفع رسلون كل الستة كل قوتهم كذا يرسلوها للجزيرة طب لو ما رجعوا خلاص نصير ولا شيء ياب لازم يكون عندهم دفاعات في مارلي فتركوا القرد وتركوا العربة المهم يا حبيب الان اربعة اطفال في جزيرة بردايس خائفين مرتبكين ثقتهم في نفسهم مهزوزة وما الحين امام مهمة مرة قوية وصعبة تدمير اسوار تكسير بوابات واحتمالية مواجهة العملاق المؤسس وما عندهم اي تعزيز ولا قوات ولا طائرات ولا اي شيء لك ان تتخيل كمية الرعب والخوف اللي فيهم كل اللي يعرفونه عن هذه الجزيرة انه فيها شياطين وناس اشرار اتقل لي عمالقة ترى اطفال خايفين قامطين ام العافية خلاف هذا كله عارفين انه راينر ماه الوريث الصح او ماه الخيار الكويس انه يكون العملاق المدرع ولا عنده القدرة انه يقود هذه الشلة في هذه المعركة الغريبة يقول لهم راينر ايش فيكم يا جماعة خايفين ايش باكم مترددين طبا احنا عمالقة وتنكشف في نفس اللحظة سبب اعتذارات مارسيل السابقة كلها ويرجع ويعتذر مرة ثالثة مارسيل لراينر يا ابوي انتو ايش بو هذا قاعد اعتذر اشغلنا ويعترف له باسوأ خبر ممكن يسمعوا راينر ويقول له اسف ما كان مفروض يتم ترشيحك كمحارب او كوريث للعملاق المدرع اهسف يا راينر انا كنت اطبلك واعظم من شأنك قدام قادة مارلي وكنت اصخط على اخوي غاليارد واقلل من شانه علشان انت تفوز بالعملاق المدرع بس مو لانك جدير فيه او لانك قوي لاني احب اخوي وخايف عليه زبد اما عشانك قوي ما عندك سالفة وفي لحظة صدمة وذهول في عين راينر تخرج العملاق لها مجيه يومير من تحت الارض في مشهد سبق وشفناه زمان وفي اللحظة اللي كانت بتاكل فيها راينر وتبتلعه يدخل مارسيل ويخلي يومير تاكله وتحظى بقوة العملاق الفك اذا هذا يا جماعة ما هو واحد من اقوى بناء الشخصيات والقصص اللي شفناها انا مادري وش نقول اسم لاعب قرية ايش القصة المعقدة والمبنية بالدقة والجودة هذه وتقولون ليش اطبل اتاك ان تايتن اخس عليكم بس حطبل وازيد الين تتكسر الطبول واجيب طبول جديدة يهرب الثلاثة الباقيين ونكتشف ان راينر فجأة صار اسرع واحد فيهم ما هو لانه سريع بس لانه مره خايف تخيل انت عملاق مدرع فقع شرج شرج سريع جلس يستفرغ عند الشجرة حبيبي انت ناس انك العملاق المدرع ولا كيف ليه ما تصرفت ايش بك لو كمان جلس يبكي ويصيح ولما وصلت انيو بيرتولد خاف اكثر واكثر قمق مرة كان شكله يضحك ايش هذا وين العملاق المدرع وين الهياط وهناك تشايفنا يا جماعة انه راينر ما كان الاختيار الامثل لوراثة العملاق المدرع مرة لسه المهمة في بدايتها وبسبب فشل راينر في القيادة واتخذ القرارات السريعة مارسيل والعملاق الفك صاروا في بطن يومير ويومير حصلت على العملاق الفك بعد ستين سنة نوم كذا كانت نايمة صحية صارت واحدة من العمالقة التسعة ام الفلة يا شيخ قرراني انه خلاص مفروض يا جماعة نلغي المهمة ونرجع المارلي ما ينفع نكمل بدون مارسيل والعملاق الفك راينر يقول لا يا ابو يا كيف ما يصلح كذا لو رجعنا كلنا بنكون عرضة انه يتم تجريدنا من قوة العمالق لازم نكمل المهمة مهما كلف الامر لازم نستحوذ على قوة العملاقة المؤسس اما نرجع مهزومين وبدري بدري وكمان نقصنا العملاقة الفك وبهذه السرعة قسم لا نروح شربه ترد عليها اني وتقول له يا فرحة امك الحين ما شاء الله صرت تعرف تتخذ قرار زي الناس وينك من شوية ومن اكل مارسيل ها وتنهال عليه بالضرب وتخرج كل كلمة محرمة تقولها في هذاك الموقف اني تظهر وتخرج التمرد اللي في داخلها وتقول ان الالديان كذبين والمارلين كذبين العالم كله كذب كل الناس همها انفسها اقسم لا تصفق تصفيق ايش هذا ولكن للامانة التصفيق والضرب هذاك كله طلع بفائدة في النهاية راينر الان وقف على رجوله واتضحته للصورة الكبيرة على الاقل والهدف اللي المفروض يكون قدام كل المحاربين فعلا كانوا مرسلين طفل ما يدري وانا اللحظ فجأة كذا صح صح بعد التلطيش هذاك يرجع ويقف زاني ويخنقها ويقول لها راينر مات تبغي مارسل اصير لك مارسل انا مش راينر انا واحد قديد ويظهر بيرتولد وهو يتفرج عليهم لما تيجي الكاميرا من فوق كذا توضح لك انه يبوي هذولي اطفال هذولي كيف عمالقة ايش هذا وبالفعل تبدأ الخطة الجديدة وهي انهم يهجموا على الاسوار ويحاولوا يستعيدوا العملاق المؤسس ينتقل المشهد لاحداث الموسم الاول تدمير سور مارية وموت الالاف من البشر ويكتشف انه الثلاثة هذولي في هذيك اللحظة رجعوا لهيئتهم البشرية بعد الدمار وتخبوا ما بين عامة الشعب في الملجأ على انهم يعني من قرية واحدة ومن مكان واحد وانه قريتهم حل بها الدمار بساطة اخذوا قصة الرجال الكبير ذاك اللي كان جالس معهم اللي انتحر ووظفوها لصالحهم اهل القرية هذولي كلهم ماتوا فافضل شي نقول اننا كنا من هذيك القرية وخلاص ما حد بيدري عننا بعدها راينر يعتذر من بيرتولد واني الان راينر صار عنده هدف حقيقي وواضح راينر نسي كل احلامه الوردية طزف ابوه وطزف ام العيلة النايم اللي كنت حاوله لم شملها الان هدفه يصير محارب حقيقي وينمي مهاراته القتالية وقوةه البدنية والحل والخطة اللي ابتكرها انه ينضم للجيش ويدرب ويزيد من قوته وكمان بالمرة علشان يقدر يتجسس على حكومة جزيرة باراديس ويجمع معلومات عن العملاق المؤسس قد ما يقدر يا جماعة ملاحظين التطور اللي حصل لراينر كيف كان من شخص طفل تائه واخمق واناني وجبان الى شخص اكثر حنكة واكثر دهاء صح انه ما صار مثالي بس على الاقل صار افضل من اول بكثير ولا كيف تطور عجيب كده بالمختصر حصل لراينر من بداية الحلقة الى نهايتها بعدها تظهر اني وهي تلاحق كيني كيني اكرمان اللي هو خليفاي صراحة انا انصدمت لما قالت انت ابويا ومدري وشو بس في نفس اللحظة قلت يا عم يدي تسو قمة زيش دلوخ احنا واتضح انه هدفها تتجسس وتحاول تجمع معلومات لا اكثر وفي النهاية هربت وانتهى المشهد بعدها يظهر اجتماع سري للثلاثة ويبدو انها مرت خمسة سنوات لهم داخل جزيرة بردايس انا تقول يا جماعة خلاص خلونا نمشي ما عاد فيه اي فايدة الوقت قاعد يضيع خمسة سنوات مرت ايش ذا خلونا نرجع لمارلي بالمعلومات الكثيرة اللي جمعناها وغالبا راح يشكرون خمسة سنوات عندنا عندنا سواليف كثيرة لهم يرد عليها راينر ويقول لا ما حيصل لها الحل اننا ندمر سور رودز لعله عسى العملاقة المؤسس كذا يظهر ماهو راضي يظهر خمسة سنوات وحنا منتظرين ومو راضي يجي واذا مسكنا العملاقة المؤسس واخذنا ذيك الساعة ايش نرجع انا تقول له انت تسوق امها مستعد تقتل اصحابك تدمر سور ثاني وتقتل اصحابك وممكن ابرياء ثانين ايرين ميكاسا والشلة مستعد تقتلهم كذا اكلت وشربت وادربت معاهم يهو عيب عليك هنا برضو اتضح لنا انه اني شافت الصورة الكبيرة بطبيعة الحال وعرفت انه فعلا الناس اللي هنا مجرد بشر عاديين لا اكثر وما يستحقون اي معاملة سيئة والموضوع كله مجرد كذبة منتشرة ما بين الناس لا اكثر يرد راينر ويقول لها فيما معناه يعني اي اصدقاء واي بطيخ اذول مجرد شياطين كسبنا ثقتهم بس علشان نحقق خطتنا لا اكثر وتظهر اني بعده وهي مستاءة من كلام راينر ومن زعجة انه مستعد يقتل ويخون اصحابه بعد كل شي صار في خمس سنوات بعدها يظهر مشهد الايرين وهو على الارض منهك من اثر التدريبات ويقول لراينر يا رهت اني اقدر اصير مثلك قوي يا اخي انت وميكاسا مرة معضلين راينر هنا شاف نفسه وافتكر شكله لما كان صغير شاف ايرين يتصرف مثل ما كان هو يتصرف هو صغير ضعيف تائه غير واثق من نفسه يحتاج لاحد يرشده يحتاج لاحد يساعده يمسك راينر بيد ايرين ويوقفه ويقول له يا حبيبي كل اللي عليك تسويه انك تمضي قدما وتسوي اللي يتوجب عليك فعله مشهد مرة مهم يا جماعة كيف لعدو ووريث للعملاق المدرع ان يقول كلام مثل هذا لشخص يعتبره شيطان وعدو مشهد على انه قصير الا انه مرة مهم يكشف لنا انه راينر فعلا حتى هو بالرغم من انه يبغي يكسر السوق ويبغي يسوي مشاكل الانه من جواته يعرف انه هذول الناس مجرد بشر وانهم ابناء عشيرة في النهاية وفجأة ينتقل المشهد لراينر في الوقت الحاضر وهو جالس يحاول ينتحر برصاصه في فمه راينر يحاول يقتل نفسه ليش انا صراحا زعيشت ليش بعد كل هذا البناء وكل هذا التعقيد يموت منتحر ايش الاستحبال ذا ولكن لو حاولنا نكتشف سبب محاولة انتحار راينر ما راح نقدر نلومه صراحا حلامه تحطمت قدام عينه هو صغير وهو كبير ابوه تخلى عنه امه مؤدلجة وحالة امه حاله قتل وكان السبب في موت الكثير من الابرياء في جزيرة بردايش صديقه مارسيل ضحى بحياته علشان يعيش هو صديقه عمره وذراعه الايمن بيرتسول دمات قدامه كل شي عاش علشانه تلاشق قدامه بالتدريج وفي نفس اللحظة اللي مر هذا الشريط فيها في دماغي جاف بالي لو انه قتل نفسه وين بترع قوة العملاق المدرع لو مات هل ينفع احد يريد قوة العملاق المدرع صراحة انا معرف الاجابة بس هذه التساؤلات جات فراسي وفجأة يضرب فالكو جدار الغرفة اللي فيها راينر من برا وهو مداري ويقول لنفسه ما راح يتم اختياري على هذا المنوال انا ضعيف بلا 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 يصدو ما راح يتم ترشيحه لوراثة العملاق المدرع وكانت هذيك الكلمات هي طوق النجاح اللي خلت راينر يكنسل فكرة الانتحار لانه بطريقة ما يكن الاحترام والحب لفالكو وكمان لانه راينر شاف سابقا في فالكو شي مختلف ما شافه في بقية اصدقاؤه فضلا عن انه ما يبغى بيترث قوة العملاق المدرع يعني متورط مرة متورط السؤال هنا هل راينر كان يبغى ينتحر فعلا وانه كان مجرد يبغى يستشعر الخوف والرهبة اوكي خسر كثير تأثر كثير اكل تبن كثير بس ينهي حياته كثير ببساطة مدري في شي غريب المهم شكرا انه ما انتحر اللي اعطيكم العافية لانه في هذا الموسم انا حبيت راينر اكثر من اي وقت مضى صح انه كلب بس تحس كده فيه فيه بصيص امل فيه خير بعدين ينتقل المشهد لخوينة ابو شعر طويل في المستشفى انا مش هتكلم وانت مش هتتكلم وارجوكم لاحد يتكلم خلونا نعمل انفسنا مجانين ابو شعر طويل ينادي على فالكو يبدأ في حوار عميق وغامض معاه يحاول يعرف منه بعض المعلومات هل انت محارب ليش انت مصاب مين المحارب المرشح لعملاق المدرع هو بنت ولا هو انت بلا 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 تحسوا كده جالس يتجسس ويحاول يجمع معلومات بشكل غير مباشر وفي نفس الوقت تحسوا قاعد يسولف بس كده لحزة دماغ شيطان شيطان ابو شعر ذا معا مصيبة ابو شعر ذا معا مصيبة يا جماعة المهم يا حبيبي يكمل ابو شعر طويل كلامه ويوضح الفالكو مدى بشاعة الحرب على الجنود اجسام وعقول تالفة قوم فاقدون لحريتهم وقوم حتى فاقدون لذاتهم لو جاتهم فرصة ثانية يرجعون لحياتهم الطبيعية ما قبل الحرب ما راح يقولون لا مستحيل يشاركون في هذه الحرب مرة ثانية وفي كلمات مهمة من ابو شعر طويل ورسالة بسيطة مررها لعقل فالكو الباطن يوضح له ان كل المحاربين والالدان والمارليين والعالم اجمع جالسين يخدمون وينفذون اوامر قادتهم بدون ارادتهم مجبرين انهم يعملون كذا ما في حرية ما في بحث ما في تحري البيئة والمجتمع زرعوا في رؤوسهم الكثير من الافكار والايدولوجيا الناس جالسين يعيشون حياتهم على افكار قد تكون خاطئة بل انها خاطئة بنسبة كبيرة ولكن اللي يحاول يخرج عن هذه الايدولوجيا والافكار اللي سادت في العالم ويحاول يبحث ويتحرى ويتقصى الحقائق والاسرار الخفية رح يكتشف الحقيقة والجواب الصحيح رح يكتشف حقيقة هذا العالم والكذب اللي حاصل فيه والجواب هذا قد يكون جحيم مرعب ومختلف للبعض وقد يكون للبعض الاخر بوابة الامل للجواب واليقين عرفت ليش اسم الحلقة بوابة الامل اقسم الله يا جماعة ابو شعر طويل هذا ما هو عاقل حكيم يا شيخ حكيم يا شيخ تعال كل يوم الله يعطيك تعال كل يوم برجلك المقطوعة دي اذا بدأ يا جماعة الكلمتين هذه بتلعب في رأس فالك وليعب مرة هذه ما فيها كلام والأكيد انها غسلت مخ وغسيل مبدأ كذا من ملامح وجهه واضح انه كذا عارفين بدأ يفكر بنهاية هذا المشهد انتهت هذه الحلقة وتقييمي لها عشرة من عشرة ودخلوا على ايم دي بي وشوفوا في حيوانات مسوين حملة على اتاكن تايتين يدخلوا يقيموا كل حلقة واحد من عشرة كذا مهما كانت سيئة هذه الحلقات في نظر الغير مستحيل تاخذ واحد من عشرة مستحيل بس يلا انتوا روحوا سووا هجمات مرتدة وقيموا عشرة من عشرة الى هنا انكم وصلنا نهاية الفيديو لايك واشتراك لو انتم مشترك وفعل جرس التنبيهات لا تنسى اللايك لا تنسى اللايك عشان يوصل الفيديو لك بعض المتابعين كما معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم